لكن في استعدادات الأهل إن شاء الله الجادة للمباراة سموحة الفريق ماشي بشكل يومي بيتدرب القوى الكاملة أو القوى الضربة بتكتمل والكابتن سيد عبد حفيزة بشمهندس بيؤكد للموقع الرسمي أنه شائعات رحيل لسارتي حملة ممنهجة لضرب استقرار الفريق رحيل لسارتي والعروض اللي جاية للأذار والعروض اللي جاية للأجاية ومين حيمشي ومين حيقعدوا مفيش حد بيتكلموا عليه في تحركات وانتقالات اللاعبين غير الأهلي هاتلي فرقة بيتكلموا عليها كده يعني أنت طلح حتى حد قال مين قعد في زمالك ومين ماشي أبداً أبداً مفيش طلح حد قال مين قعد في بيراميد ومين ماشي أبداً كل الأندية كل الأندية وهذا هو الطبيعي هذا حق الأندية أنت مش عامل نافه وكل ما يطلعوا الكلموا يقول لك أسلينا بصدرنا والإعلام هو الإعلام موروشي للأهلي في السلب في السلب كده يعني أنا اتفرجت على أكتر من زميل يعني يا جماعي في ايه وهم يتعدسوا في النقطة دي وإحنا لينا ناسنا وبيقولوننا وبيعملوا ماشي ليك ناس شاطر برافو بس يبقى لك ناس في كل الأندية مش هو الأهلي بس طيب الحرب الممنهجة اللي الكابتن سيد عبد حفيز بيتكلم عليها أنها دي حملة فعلاً ممنهجة وتابعوها وشوفوا كل يوم هو أنا بس رجائي حقاً وما واقع بعينها على فكرة رجائي أن احنا بعض شبابنا ما يمشيوش في السكن مع الناس لأن ده هم اللي عايزين بس إنك في التوقيت ده الناس تتكلم على القائمة الجديدة مين اللي هيخرج منه بالله عليكم الموسم شغال وفي عز المنافسة في مدرب هيتكلم دلوقتي ويقدم تقرير مين اللعبة اللي تمشي فيه كده ده بيتكتب عشان كده عجبني صديقنا العزيز علاء عايزة عمل في الأهل في العدد ده عدد النهاردة تقرير كامل على إنه الناس دي فترة في رمضان إنه الكذب اللي أنت بتتكلم عليه إذا كان فعلاً ما نهي عنه وإنه ما يصحش إنه أنت تكذب إزاي الناس دي صايمة وتمارس هذا العمل الدقوب وهي عارف إنه تكذب وعارف إنه تكذب صايمة إزاي يعني يعني ربا صائم ليس له من صيام إلا الجوة والعطش لكنه فعلاً حملة أكذيب ممنهجة محاولة لضرب الأهل في توقيت حارق جداً الأمل أو المهم فيها إنه الناس وعية والناس فاهمة اللي بيحصل ده إيه لأنه لو كان في وقته عادنا نعمل تحليل مضمون لأي موقع من المواقع دي هتتحكوا لأن اللي بيقولوه النهاردة كانوا كدبين ضدوا من كام يوم وبعد بكرة هيكتبوا عكسه لأنه إذا كنت أكذوباً كنت ذكورة لكن ما هماش كده خالص إنت بتكذب وبتنسى إن أنت كذبت فباستمرار فيه مصورة أكذيب ضربة في كل المواقع وأرجو أرجو لأنه إننا لا نضطر أبداً لكشف بعض الورق الخفي وبعض التوجهات اللي حصلة وفي موقع كبير بعينه إزاي الأعداء اللي تمت في الجونة نتج عنها اتفاق على حملة ممنهجة ضد الأهلي وهو موقع جاد يومياً يصبر بس عشان الناس ما تروحش بعيد مش الجونة الفريق لا لا منتج عن الجونة السياحة وإزاي طلع التعليمات والاتفاق لازم نخلص على الأهل اليومين الجايين فيطلع رئيس التحرير المغوار يا قسم يا رياضي عايز كل يوم تطلعوا لي بطن الأهلي كده فكل نص ساعة يتسبقوا في أخبار بقول لكم لو كان في وقت كنا هنسردها واحدة واحدة وهو موقع حتى في الانتخابات كان له انحيازاته وحاول يتدخل ويأثر ويدير بشكل تأموري كبير جداً الرقع الانتخابية فأتمنى إن احنا لا نضطر لكشف بعض الأوراق لأنه فعلاً الأمر زاد على حسابة لا في الوقت الانتخابات يا سيد إبراهيم دي كانت عملية تجارية باحت يعني أحد المرشحين اشترى لمدة شهر اخد مني ما تقوليش لا اشترى لمدة شهر الصفحات وكان الشرط اللي يذكر اسم المنافس فهذا موقف لكن خلصت انتخابات وخلصت الصفحة التجارية بتاع إنت إيه اللي يجبرك دلوقتي النهاردة تاخد هذا الموقف تاني إيه اللي إذا كان فيه صفقات جديدة أو يوم جديد يوم جديد لا ما تقولاش وتجري طيب كابتن سيد عبد حفيز في كلامه على أن الحملة ممنهجة جدا ضد لسارتي لأنه كمان الراجل شغال كل نص ساعة يطلع خبر على ذات الموقع على أن الراجل ماشي يا سيدي ماشي ممكن يمشي بس تفتكروا في حد عنده مباريات تحدد بطولة يقدر يتكلم هو قاعد ولا ماشي فيه مسؤول وفيه مجلس وفيه لجنة وفيه جهاز عنده مباريات تحدد مصير موسم كامل هيتكلم في حسابات البقاء ومين اللي ماشي ومين اللي قاعد إنما الإلحاح هدفه إزاي تقدر تهز الأرض تحت اللعيبة إزاي تقدر تضرب فورتينا بين الجهاز واللعيبة إزاي تفقد اللعيبة الثقة في الراجل ده وإزاي تنفذ تعليمات المنتجعة السياحية